بسم الله الرحمن الرحيم مهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة اليوم سوف نرى سويا الحل المثالي والحل الكامل والشامل ولأكيد لحل مشكلة اختفاء المجلدات او اختفاء الفيديوهات والصور او اي شيء موجود على الفلاش مموري الخاص بك طبعا اذا اتيت هكذا طبعا الى كمبيوتر ثم تجد هذا الفلاش مموري الخاص بك طبعا يجب في بداية الانتباع الى رمز الفلاش المموري الظهر لديك سواء كان بD او F او G انا ظهر لديه طبعا بالG هكذا كما نرى طبعا اذا وقفت عليه هكذا طبعا لكي نرى حجم المجلدات الموجودة داخل هذا القرى طبعا كما قلنا اذا وقفت على الفلاش مموري هكذا ونظرت طبعا الى حجم الفلاش سوف تجد طبعا هذه المساحة التي باللون الازرق هي المساحة المستخدم من الفلاش والتي باللون هذا اللون طبعا الاحمر وطبعا هذا اللون ستجدها طبعا هي المساحة الفارغة الان اذا نظرت طبعا ستجد 741 طبعا ميجا مستخدمة انت طبعا قد تجدها 2 جيجا او 3 جيجا لانا قد يكون ممتلق الفلاش مموري لكن طبعا كما رأينا الحجم المستخدم طبعا اذا دخلت الى هذا الفلاش مموري طبعا ستجد فيها طبعا عادة سوف تجده فارغ انا طبعا الفلاش المموري الخاص به طبعا ليس فارغ وليس مصاب بفيروس الشورتكات انت طبعا سوف تجده فارغ وستجد فيه طبعا مجلدين باللون الاصفر طبعا عليهم هنا علامة زرقة صغيرة مثل السهم الصغير طبعا يكون حجمهم 1 كيلو بايت 1 كيلو بايت طبعا لا تقوم بتنقل عليه لانها تكون طبعا هذا هو حجم البرامج طبعا المجلدات دائما لحجمها 1 كيلو بايت 1 كيلو بايت تكون عبارة عن فيروسات وهي طبعا مسببة للمشكلة ولكن طبعا هنا غير ظاهرة ولكن في حجم الفلاش طبعا اذا نظرت كما قلنا هنا طبعا هكذا سوف تجد ان المساحة ما يزال ممتلئ او لا يزال موجود طبعا 700 كما قلنا ميجا اي لا يزال هناك 700 ميجا فارغة او موجودة على هذا القرص وغير موجودة بالنسبة لكيفية اظهرها طبعا في النقطة الاولى سوف تذهب الى الكمبيوتر هنا ثم على علامة الكمبيوتر ثم تأتي الى طبعا هنا علامة العرض ثم تأتي الى كلمة فولدر اند سيرش اوبسن او اريني ملفات العرض او خيارات الخاصة بعرض المجلدات طبعا هنا جنرال تغيرها على كلمة فيو طبعا في بداية للناس اللي تلديها ونز عشر ونز 8.1 ونز اكس بي طبعا يمكن ان يدخلوا الى هذا المجلد طبعا بكتابة فقط اسم المجلد وهو طبعا فولدر هكذا فولدر اوبشن هكذا طبعا كتابة هذه الكلمة ايضا سأضعها طبعا اسفل في الديسكريبشن سأضعها اسفل في الديسكريبشن يدخل على الخيار الذي في الاعلى هذا هو فولدر اوبشن ثم طبعا سيظهر له نفس هذا المجلد عموما نفس الخطوات يأتي له كلمة فيو ثم طبعا ستجدها على don't show hidden او طبعا لا ترني الملفات المخفية انت ستضعه هنا على show وتتأكد ايضا ارجو من الاخوة طبعا ارجو منهم طبعا ان ينزعوا هذا الخيار طبعا قضية الثالث او الرابع هذا الذي امامه كلمة ركومنت هذا الذي بين قوسين تنزع علامة الصح لان الفيروس يقوم باخفاء المجلدات على انها مجلدات في نظام الويندوز اي لا ترى تقوم عموما بالتأكد من هنا طبعا هذا الخيار تزيله وايضا تتأكد على كلمة وجود اوتوماتيكلي عند هادي سيرش بوكس بهذه الكافية ثم تضع طبعا على هاكده ثم هنا طبعا الان اذا دخلت طبعا سوف يجد هارلك هذا المجلد وهو المجلد الذي طبعا الحجم الخاص به اذا نظرت هنا هاكده على بروبيتي وطبعا او مجلدات اخرى تكون ايضا حتى هي او مضلل لونها بالاسفر طبعا اذا نظرنا الى حجم المجلد سوف نجد حجمه طبعا 648 ميجا طبعا هذا هو المجلد المخفي وقد يظهر لديك العديد من المجلدات او كثيرا نعموا لونهم بالاسفر الان طبعا في البداية سوف تدخل هنا على قائمة ابدا وتكتب run او تستطيع ايضا بالضغط على وندز وحرف علامة وندز من الكيبورت وحرف R ثم تكتب طبعا CMD طبعا البلاك بوكس شهير CMD هكده الآن طبعا ارجو الانتباه لهذا الكود وسوف اضعه اسفل في الدسكريبشن ولكن مع مراعاة طبعا تغيير حرف الخاص بالقرصي او يجب حتى كتابته كتابة اللي انه لا ينفع طبعا الكوبي والبست قد تخطئ فيها عموما الآن طبعا كما قلت لكم في البداية يجب الانتباه الى رمز الفلاش انا الآن ظهر لديه بحرف G انت اذا كان ظهر بحرف اخر طبعا ستكتبه انا ساكتب له طبعا G هكدا حددت الفلاش G ثم ضغط انتر يقول لي هنا مدى او عدرا يجب كتابته ايضا بالكابتال هكدا G الآن يقول لي مدى تريد طبعا عمله في القرص G هذا الآن طبعا سنكتب سويا هذا الكود ارجو الانتباه بشكل جيد والانتباه ايضا للمسافة الخاصة في هذا الكود يجب نقله بشكل دقيق ارجو الانتباه اي تي تي اي او عدرا يجب الانتباه كبتال ارجو الانتباه يرجو طبعا كتابة هذا الامر بشكل واضح وبالسمول اي تي تي ار اي بي المسافة ثم طبعا الداش هاده وايضا علامة الاتش هكدا ثم مسافة طبعا ارجو الانتباه الى هذه المسافة بعد الاتش ثم ايضا الداش مرة اخرى ثم سي ثم طبعا بعد كتابتك للسي مسافة وتعطي ايضا على النجمة بالضغط على الشفت وطبعا تمانية ثم الدوت ثم الشفت وتمانية مرة اخرى ثم طبعا مثلا ايضا هكدا يجب كتابتها بشكل جيد سلاش سي مسافة سلاش دي يجب كتابة طبعا هذا الامر بشكل اه بشكل اه واضح هكدا ثم تعطي على انتر طبعا تنتظر 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 طبعا هكدا الى ان يتم طبعا سيظهر هذا المجلد عليك فقط الانتظار الان الى ان يكمل هذا البرنامج من عملية اظهر الملفات فالان طبعا قد انتهى من الامر هكدا طبعا هكدا الظهر المجلد الذي كان مخفي يمكنك الدخول علي طبعا هكدا استجد جميع مجلداتك او فيديوهاتك التي كانت مضلة لتقبل اي امر ويمكنك طبعا طبعا نسخ الامر اللي سا ادعوه على سبيل ديسكريبشن طبعا ولكن مع انتباه طبعا كتابة رمز الفلاش فقط بعد كتابتك رمز الفلاش ويعطى انتر تقف هكدا ثم بذر الموت الايمن ثم على ادت او تحرير ثم على كلمة باست وطبعا سوف يقوم بنسخ الامر هكدا سنجرب الان مرة اخرى مثلا على سبيل المثال هكدا طبعا جي فلنفترض هكدا فقط للناس التي تواجه مشاكل طبعا في كتابة الامر لانه يجب شرحه لجميع الناس في ناس مبتدئين هكدا ثم تعطي طبعا بعد على ادت على باست طبعا سوف ينقر لديك بهذه او سوف يكتب لديك بهذه الكفية وتعطي انتر هذا هو طبعا الموضوع الاكتر ولا اقل واستظهر لديك طبعا هنا وارجو الانتباه الى انه ستجد المجلدات التي كانت لديك اصلا في البداية ظاهرة طبعا تجد امامها سهم صغير هنا يجب مسحه لكي لا تعيد الكرة مرة اخرى باستثناء طبعا مجلد واحد ستجده مكتوب عليه system volume وهو مجلد خاص بالفلاش لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاد على الامر كما قلت اصحل في الديسكريبشن وخلاص